أنا موجودة من التسعينات بس هني ما كانوا أخدين بالهم يعني أنا وكان عمري 12 سنة إلى اليوم الله خلق لي هم نعمة ربنا بيعطي نعمة الزكاة نعمة الإلهام نعمة الرزق نعمة الصحة هيدا جفت أنا بعده هبة من عندي رب العالمين هيدا شي بينه وبين ربي أنا بسموت هو اللي حيحسبني ومش أنتو يا هالبشر عيب والله عيب جهلة يعني لما تقولوا مخططات أو مخابرات أو كذا أنت شفت الفيديو ده أنا بشوف أنا بشوف وما بعلق يا أستاذ عمر لأنه أنا يعني المزاقية بينه وبين ربنا وبعدين نحن منقول سبحان الله بيقلك أنه ساعة بيقلك أنه الجن بيطلع بيستمع وبيجي بيقلك هو كل شوية يطلع يستمع ويجي قل لي كل شوية يطلع يستمع بتاع الطلوع ونزول ده فادي يقول هادي اتطلقت وهادي اتجوز وهذا حيموت وهذا حيوع الطيارة وهذا يعني حتى الجن ما بيعلم بالغير الهام ده بيجي لك البروستس عاملت ازاي يعني هل بتبقى عدا كده فتقولي مثلا إيه ياسمين وعاوضي حيتطلقوا دي كانت من الحاجات الجن بك أستاذ عمر معلش أنا معك يعني خطوة خطوة الناس اللي إلي بقالي معاها 25 سنة بتتصل فيها وبيجوا بيزروني بمكتبي أو زيارة خاصة أو الشخصيات اللي بقابلها عشان قاعد تستشير لي هل كمان بيروحوا بيقولولي المخابرات أو عنهم شو هن 25 سنة إلي مع الناس قبل ما أكون انشهرتوا مع الإعلام قبل ما أطلع ده أنا أطلع التاريخ يشهد أربع سنين في لبنان يعني لو كان مش ناجع يعني كل شهر كنت أطلع ويحطولي يقولولي ليلى كأنك عم تقري نشط الأخبار هيدا الإلهام كيف بيجي السؤال أنا بقدر جاوب عليه واحد هيدا من رب العالمين أنا بكون قاعدة هيك بقول شايفي رئيس سريلانكا عم يهرب لا قلت بس بين سجن ولا قلت بين قتل طب كيف هاي حد يقال لي مثلا رئيس سريلانكا بس سريلانكا أنه حيهرب لو أنت ما جايز سريلانكا دي ما عندكيش أي بيعلم ولا قوبة ولا أبدا أبدا يعني يعني إذا معرفت بقوله معرفت يعني أنت بتنفي موضوع عيد الأطحة ده جمية مية بالمية ولا قلتي ولا أنا مسؤولة عن كلامي شايفي أستاذ عمر يعني جبوا لي فيديو ليه عم بتحطوا صورة هاتوا فيديو بس لا تشوف الكذب والنفاق والحقد والحسد أنا يا ربي من كلمة أنا أنا ليلة عبدالطيف رح أفضى الليلة عبدالطيف واللي عندي حسبوني على اللي بقوله حسبوني على اللي بقوله صوت وصورة لكن كل اللي بتشوفون المواقع فيك لا أبراج ولا أحلام ولا كف ولا ترو ولا فنجان هذا كله أنا بريئة منه أنا مخصني فيه أنا عندي رؤية بتجي لما بتجي رؤية بكتبها قبل ما أنسى يعني إذا الـ CIA وكسارت 11 سبتمبر وموجود فيه شهود ببيروت أستاذ عمر إجوا لعندي يسألوني ليلى what's next شو بتشوفي شو حيحصل بعدين هني عم يسألوني إنت الـ CIA جوم سألوكي إجوا سألوني إجوا عملوا معي تحقيق كيف عرفت عن 11 سبتمبر يا أستاذ عمر نعم قال إنهم ما خافوا تكوني أنتي متواطئة لا ما شافوا بعدين بديقلك شي يا أستاذ عمر هل الدولة بيخفى عليها شي لا طبعا يعني الدولة بتعرف ليلة عبداللطيف من وقت اللي خلقت لليوم من تلفوناتا من مع مين بتحكي مع مين بتروح مين الشخصيات بتقابلهم كله بيعرفوه لو أنا لا سمح الله فيه هيدا من اللي عم بيحكوه العالم كنت يعني يا أخي بيقولهم لو لا سمح الله أيوة طبعا فهم أستاذ عمر أنا ما بوقف على باب السفارة الفرنسوية لأاخد فيزا كان عندي جنسية تانية أنا ما عندي إلا الجنسية المصرية اللي بيعتز فيها والجنسية اللبنانية كمان اللي بيعتز فيها يعني مصر بلدي الأول ولبنان بلدي الثاني فأنا ما عندي جنسية أجنبية يعني كانوا قاعديني برا مش بقاعدوني بلبنان ببلد الحرب والأنت شفت الدمار يعني عايب والمخابرات ما هي المخابرات عم بيصير إش لو المخابرة تعرف كل حاجة يا أستاذ عمر كانت الدنيا كلها بقى في خير لو كنت تكسبتي في البورصة بقى والله أنا أنا ما إليش في البورصة ولا بالأسهم أنا لا أنا ما بيشتغل بشي منه ملموس يا أستاذ عمر أنا بحب اشتغل بشي ملموس ممكن تشتري عكار تشتري دهب تشتري فضة تشتري شي ملموس لكن بهالأيام اللي نحن عايشينا أنا ما بفوت بشي